اه لو ندرك كم الخطيئة قاسية وبشعة بل الخطيئة فصلتنا وحجبت وحجزت فعلاج الخطيئة هو دم المسيح فكال لابد ان يأتي المسيح الذي واقف على باب قلبك ويقرع افتح له الباب المكتوب عنه لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية لان الله لم يأتي ليدين العالم بل يخلص به العالم لكن في يوم من الايام راح توقف امام الديان مكتوب ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول آنته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك للتوبة ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب اعماله انت مطالب اليوم تقول لي يا رب انا باعترف بخطيتي امامك انا عاوز اتوب والتوبة هي تغيير الفكر تقول لي يا رب انا عاوز اعترف فيك وامن بيك وارجع لك اليوم هذه طريقة الله لانه كلفت شخص المسيح ان يأتي في ملء الزمان يموت على الصليب ويقوم من الاموات حتى يخلصك من الخطيئة ما اعظم هذه المحبة لان ابن الانسان قد جاء لك يطلب ويخلص ما قد هلك شو رأيك اليوم تحسم الامر لا تأجل اليوم اذا بتسمع صوته لا تقسي قلبك ولا تجازف بابديتك قل له ارحمني انا الخاطئ صليها صليها حتى لو في قلبك قاله تعال ايها الرب يسوع وتوجك ملك ورب على حياتي تتربع على عرش قلبي ملأني بروحك القدوس صليها خلصني واقبلني وهو وعد من يقبل الي لا اخرجه خارجا من فضلك اكتب لنا شو رأيك الرب يباركك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة